يوم واحد فقط من عمر عملية نبع السلام أشعل الساحة الدولية كما أشعلها على أراضي شرق الفرات تطورات مدنية متسارعة تمكن خلالها الجيشان التركي والسوري الحر من السيطرة على عدة قرى في محيط بلدتين الأبيض ورأس العين السوريتين لتضرب القوات المشتركة قوسا حول الميليشيات الكردية المتمركزة فيهما حيث سيطرت القوات المهاجمة على قرى اليابسة والمنبطح وتلفندر وبئر عاشق ومزرعة السلطان في محيطة الأبيض توازيا مع ذلك سيطرت القوات المهاجمة على قرى عديدة غربي وشرق رأس العين ووصلت إلى مشارف حي الصناعة في المدينة السيطرة النارية للجيشين التركي وسوري الحر غطت شريطا ممتدا بطول مئة كيلومتر وبعمق خمسة كيلومترات بينما لا تزال العملية تشهد تصعيدا ناريا مكثفا يكشف عن رغبة أنقرة في المضي فيها حتى تحقيق أهدافها سخونة الواقع الميداني لا تقل درجة عن سخونة المواقف الدولية الإدارة الأمريكية ما زال موقفها يصب في صالح عملية نبع السلام بشيء من الحذر فوزير خارجية أمريكا مايك بومبيو أكد أن أنقرة لديها مخاوف مشروعة ويجب تفهمها بينما ظل موقف ترامب مترنحا بين التصعيد مرة ضد أنقرة والتقارب معها مرة أخرى حلف الناتو الذي تنتمي إليه تركيا يجدد دعوته تركيا إلى ضبط النفس أثناء ضحض مخاوفها على أمنها القومي من ميليشيات ما تسمى وحدات حماية الشعب التي تعتبر النسخة السورية لحزب العمال الكردستاني بكاكا عملية نبع السلام وضعت العالم أمام أمر واقع قابله سيل من الإدانات على المستوى الإعلامي في حين يرى مراقبون للمشهد السياسي أن الدول التي تدين العملية التركية لن تتعدى مستوى الإدانة الكلامية بينما يمضي نهر نبع السلام في مجراه المرسوم تركيا إلى حدود يتفهمها الجانب الأمريكي